نيجي نرجع بقى للقوانين اللي هي في مصلحة الأسرة ومصلحة المرأة قوانين جديدة تحطت لتشديد عقوبة الختان للمواريف التحرش التحرش الأسرة المصرية والنهضة بالأسرة المصرية طب ايه أكتر مكتسبات شايفيها عمل الطفرة في المقتضي للمرأة الحقيقة كله مكتسبات عمل الطفرة يعني أنا عايزة أقول لك هنتكلم أكتر عن المكتسبات العلمية المكتسبات العلمية احنا عندنا في البحث العلمي الحقيقة خمسين في المائة تقريبا من اللي بيشتغلوا في الأبحاث العلمية سواء الماء أو اجتماعية سيدات دي نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة جدا بس ما كناش بنحصل على وظيفة وكيل كلية عميد جامعة عميد كلية رئيس جامعة كل ده كان قليل جدا دلوقتي في وكيلات الجامعات يمكن يفوق عدد الرجال عميدة في عميدات رئيسة هي قليلة شوية بس في برضو رأس مراكز بحثية ورئيسات جامعات فده كله مكتسبات في المجال العلمي طب تفتكر يا دكتور احنا بنحظى بخمسين في المائة من يعني حضرك قلت ان احنا بنشغل بخمسين في المائة من الوظائف البحث العلمي ايش معنا؟ ايش معنا المرأة؟ المرأة يمكن دي ما يفحاش على فكرة وصايت ولا بتختير عشان مرأة المرأة في الفترة الاخيرة بتطلع من الاوائل فالتعينات دي بتبقى بالتقدير اولا واخيرا مش بس التقدير التراكمي كمان يعني يعني مش امتياز وامتياز لا امتياز اعلى من التاني فده اللي خلى نسبة المرأة اعلى شوية كمان المرأة صبورة والبحث العلمي عايز صبر اعتقد دي نقطة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا والمرأة ملاحظة للحاجات الصغيرة بس فيه بقى حاجة تاني هي مش في صالح المرأة ان هذه الوظيفة مش وظيفة ذات تراتب مرتفع فبالتالي هي ممكن تيجي لراجل بس يقول لا انا فيه قدامي وظيفة ده خلي داخل اكبر فبيخشي فكل العوامل دي خلت عدد الفتيات والسيدات يزيد في مجال البحث العلمي طيب دكتر لو هنتكلم عن نشأتك ودعم الاثرة والثقة لدهالك عشان توصلي للمكانة زي تمام وانا نشأت في اسرة جدة جدا والدي كان مهندس راي مفاتش راي والدتي كانت في المدرسة الفرنسوية رهبط ده حاجة ستريكت اصلا برضو كنت في مدرسة خانكوفون فيعني متربية قوي على الحاجة ستريكت انا كنت في مدرسة اجنبية فبرضو ده كانوا بيربونا يعني اهمية الوقت اهمية العمل الدقة في العمل كل ده فرق معي حتى الاتيكات تربينا عليه ان احنا احترم الكبير تربينا على الحاجات الزبط الزبط جدا يعني الاتيكات كان مهمة قوي الجدية في العمل مهمة قوي مش معناها ان انا ما كانش لها مواهب مثلا لا كمان والدي ما رباناش ان انتي بنتي واخوكي ولد انا ليه اخين واختين وانا اخر العنقود عمري ما سمعت لا من والدي ولا من والدتي لا اصلا دي ما تنفعكيش عشان انتي بنت الحاجة الوحيدة ان احنا كنا بنرجع البيت قبلهم ايه وده وضع طبيعي لكن ما كانش فيه الافضلية للولد عن البنت يمكن هو فضلنا كمان في التعليم انه دخلني انا واخوتي البنات مدرسة اجنبية اخوتي دخلهم مدرسة حكومية فهو اهتم انه يعلمنا احسن فانا طلعت مفيش حتة ان انا بنت او ست او في حد هيقف قدامي علشان الموضوع ده فده طبعا اداني ثقة في نفسي مش هقولك في المدرسة كنت شطرة او لا كنت شطرة بس مش من الاوائل يمكن لما دخلت الكلية الجامعة كان مختلف اه كنت بطلع من الاوائل لان دخلت في الجزء اللي انا بحبه يعني يمكن فيه حاجات بتشدك لورا عشان كده ما بتبقيش شطرة اوي في المدرسة او انتريستد انك تقدمي فيها بلزبط لكن لما دخلت الكلية لاخدت الكارير اللي هو انا انتريستد فيه فعلا تبقى دكتور مجالة البحث العلمي اكيد بياخد من وقت كسر جدا فزي عفا توافقي ما بين الشغل والاسرة هو مجال البحث العلمي على قد ما هو بياخد وقت كبير وممتع الحاجة التانية ان انت وقتك الى حد ما ملكك شوية يعني احنا كانوا بيقولولنا ليكم يوم تاني غير يوم الجمعة اختاروا اليوم اللي انتوا عايزينه فانا اختارت الحد على اساس اكون مع بناتي يوم الحد ده ليهم بعد ما بيناموا كنت بكمل راية الابحاث ما هو البحث مش كله معمل المعمل اعملوا انا بوصلهم المدرسة الصبح وبرجع اخدهم وده كنت باجي اول واحدة قبل الفراشات وبامشي اخر واحدة بعد الفراشات فعندي وقت طويل اعمل الجزء العملي اللي في المعمل لما بروح وخلصت التزاماتي ناحيتهم وهم ناموا كنت بكمل بقيت اللي انا عايزة اعمله سواء كراءات اول اشغال البيت بقى العادية اللي كان لازم اعملها الحقيقة ما حستش باي تعارض لكن كان في حاجة انا كنت رفضاها طول ما هم اطفال صغيرين ان انا اسافر باسات الى الخارج لحد ما كبروا ابتديت بقى سافرت معظم بلاد العالم لكن طول ما هم صغيرين لأ ما كنتش بس بهم طب دكتور حضرك اخترتي مجال الكيميا الحيوية صحيح؟ تمام اش معنى هذا المجال بالتحديد وايه هميته في حياتنا؟ الحياة الكيميا الحيوية انا اخترتها اساسا في الاول ما كنتش عارفة اوي لكن لان الكيميا الحيوية كانت لها تنصيق داخلي في كلية علوم ما يخشهاش غير الاوائل فانا جبت تقدير عالي فدخلتها لكن لما دخلتها حبيتها جدا 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 ليه بقى هي بتوضح لك كل حاجة في جسمك صح كيميائيا طبعا كل حاجة في النبات كيميائيا كل حاجة في الحيوان بتفسرها لما تعينت هنا في معهد الاورام لانه طبي الى حد كبير انا اساسا علومة ان شمس مش طب لما تعينت هنا فده مجال طبي فتجهت ناحية الكيميا الحيوية الطبية وسجلت في طب القاهرة الماجستير والدكتورة فهي ممتعة جدا لانها كل مدى بتكون يعني تعرفي اكتر وفي تطورات كبيرة جدا فيها والجينات بتعمل والهندسة الوراثية والامراض نتيجة الايه من ناحية الكيميائية والخلية اللي احنا ما بنشوفهاش في عينينا فيها قدرة ربنا كله هي عبارة عن مصنع لا تتخيال ان كل وزي ممكن يحد منها وازاي تحد منها وازاي تعدلي حاجة في بعض الامراض بتتعدل بتعديل جينات والعكس صحيح في جينات بيحصل فيها ميوتيشن وتفارات فدي بتأدي الى ان الامراض السرطانية تحصل لنا او العوامل الحياة اللي احنا بنعيش فيها او طرقنا او اكلنا وشربنا ودلوقتي مثلا الادوية الجديدة كل معظمها موجه الى اخطاء في الخلية وفي الجينات بتاعت الخلية يعني بتصلاحي حاجة بتوجهي العلاج ده للخلية تبقى سباسيفايد سباسيفايد اللي بنسميها تارجيت او تيلور يعني متفصلة متفصلة على الخلية الخلال اللي في الخلية دكتور نادية بشكرك سعداء بوجودك معنا وحقيقي احنا فخرين ان مصر فيها نموذك حقيقي مشرفة ملهم للسيدة المصرية والأي مصر كمان انا بشكرك جدا جدا وبشكر قناة المحور انها مهتمة بالسيدات في مصر لان فينا مازج كتير جدا مشرفة زي حضرتك الله يخليكي ويمكن اللي اسعدني في ان فخامة الرئيس لأول مرة يعني بيكرم نمازج احنا لم نكرم على اننا أم مثالية مصر كل الأمهات مثالية حقيقي لكن وخلينا نقول في مختلف المجالات في مختلف المجالات من الموسيقى للبحث العلمي وكل واحدة فيهم الحياة مشرفة اكتر مني كتير لا لا يا دكتور حضرتك مشرفة هنا مرسي يا دكتور بشكرك مقددا شكرا لك